موسيقى من اوكرانيا نحييكم مشاهدين الكرام من قناة يواتي فيا الاوكرانية في العاصمة كييف حصاد الأسبوع يقدمه لكم أنا صفوان جولاق فأهلا بكم موسيقى وبداية حصادنا لهذا الأسبوع من فلسطين حيث قتل عشرة فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل كما أصيب أكثر من ألف برصاص القوات الإسرائيلية وذلك خلال فعاليات الجمعة الثانية لمسيرات العودة الكبرى من بين القتلى طفل ونحو 250 مصابا في حالة حرجة وفق ما أعلنت مصادر طبية في القطاع الفلسطينيون أشعروا الإطارات المطاطية على الحدود في جمعة أطلقوا عليها عنوان جمعة الكوشوك وقذفوا القوات الإسرائيلية بالحجارة تعبيرا عن المطالبة بحق عودة اللاجئين ورفع الحصار عن غزة نحن هنا في مسيرات سلمية نطالب بحقنا المشروع كأي مواطن عربي يسكن في بلاده بعيشة كريمة نحن نستحق هذه العيشة الكريمة لنؤكد على حقنا المشروع في العودة إلى أرضنا هذا الحق الذي لا يذهب بتقادم السنوات 70 عاما مضت لكننا نبقى الأوفياء لأرضنا لا ننسى هذه الأرض ومن بين القتل كان الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجة الذي قتل متأثرا بجراح أصيب بها بعد أن قنصه جنود الجيش الإسرائيلي ونقل شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على المصور مرتجة أثناء تصويره المتظاهرين قرب السياج الأمني العازل فأصيب في منطقة البطن قبل أن يفارق الحياة نعتقد أن تجاهل مجلس الأمن لمسؤوليته يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة هذا الهجوم المرفوض ضد شعبنا نأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ونؤكد على حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر وهذا حق مكفول لجميع الشعوب بموجب قوانين حقوق الإنسان والأحكام والمواثيق الدولية الأمر الذي ينبغي أن ينطبق على السكان المدنيين الفلسطينيين هذا وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالإرهابي في إطار انتقاده لاستخدام الجيش الإسرائيلي القوة المميتة ردا على مظاهرات الحدود مع قطاع غزة نتنياهو أنت ضعيف جدا وغريب جدا نحن نتعامل مع الإرهابيين لكنك لا تهتم بهم لأن دولتك دولة إرهابية وهذا واضح بسبب ما فعلته في غزة وما فعلته في القدس لا أحد يحبك حقا في هذا العالم خلال هذا الأسبوع أعلن الرئيس الأكراني بيترو بوروشينكو أن عملية مكافحة الإرهاب في منطقتين لوهانسك ودونيسك شرق البلاد ستنتهي خلال شهر مايو المقبل بوروشينكو أكد أن شكل الدفاع عن البلاد سيتغير وفقا للقوانين المتعلق بإعادة دمج مناطق إقليم الدنباس الذي اعتمد في يناير الماضي مضيفا أن ذلك سيسمح بمزيد من الفعالية ضد العدوان الروسي الحرب ستنتهي بانتصارنا ليس لدي شك في ذلك ليس فقط لأن لدينا قوات مسلحة أفضل ليس فقط لأننا ندافع عن أرضنا ليس فقط لأن الأوكرانيين اليوم قد دمروا كل السينوريهات بوتن حول ما يسمى نفاروسيا، مالاروسيا، انقسام الدولة وغيرها ولكن أيضا لأننا صادقون وفي أسبوع العيد هذا أستطيع أن أقول إن الرب معنا ونحن بالتأكيد سننتصر وفي سياق متصل صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون الأمن القومي في قراءته الأولى الذي يحدد قواعد السيطرة المدنية على المؤسسات العسكرية واستراتيجية حماية الدولة خاصة في المجال السيبراني يقترح مشروع القانون تعيين وزير الدفاع ونوابه من المدنيين ومنح الصفة الرسمية فقط لمنصب رئيس الأركان العامة والقائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا مشروع قانون الأمن القومي تم تطويره بالتعاون مع خبراء من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يكون اعتماده خطوة هامة نحو تطبيق معايير الناتو في أوكرانيا أولا وقبل كل شيء هو متعلق بنظام إدارة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية والهيئات الأخرى لقطاع الأمن والدفاع والتي سوف تزيد من القدرة على مواجهة التهديدات الحديثة بمناسبة عيد الفصح بادرت فرقة بكتورال للأطفال بتقديم مجموعة من أغاني الملحنين الكلاسيكيين والمعاصرين وذلك أمام المسافرين في مطار بوريسبل بالعاصمة كييف المبادرة فاجأت وأسرت ضيوف أوكرانيا والأوكرانيين الذين قدموا للاحتفال بهذا العيد مع ذويهم عن الأجواء التي صنعتها الفرقة يطلعنا التقرير التالي بهذه الطريقة يغنون باللغات الأوكرانية والإنجليزية والإيطالية وحتى اليابانية فرقة بكتوريال تستقبل وتودع ضيوف مطار بوريسبل عشية عيد الفصح شيء مذهل المجيء إلى هنا والاستماع إلى هذا جئت في الصباح وأشعر أنني بحالة رائعة أعتقد أن الجميع هنا سعداء إنه لأمر رائع أن تقف عند مدخل الباب وأنت منبهر من أين يأتي هذا الصوت الملائكي؟ كنت أظنه نوعا من التسجيلات لكني ذهلت عندما رأيت هؤلاء الأطفال إنهم رائعون وأصواتهم ملائكية رغم عدم خبرتهم في تقديم عروض أمام جمهور مختلف فإنهم نجحوا في أول اختبار لهم لقد أعجبني هذا العرض والأمر الأصعب بالنسبة لي كان أداء أغنية كوكوشكا بينما كانت الأحب إلي أغنية الأم كانت واقفة التحيات الموسيقية للركاب في الطائرات تكاد تكون أمرا تقليديا ولكن في هذه المرة جاء توقيت الحفلة المصغرة بمناسبة عيد الفصح في نهاية الأسبوع طريقة جيدة لاستقبال وتهنئة ضيوف مطار باريسبل والمسافرين في أيام العطل خاصة وأنها بمبادرة أطفال يجمعون بين الموهبة والإبداع خبز عيد الفصح في أوكرانيا هو رمز وزينة للمائدة كان يرمز عند الوثنيين إلى الخصوبة بينما يذكر المسيحيين بقيام المسيح عليه السلام عن خبز عيد الفصح في أوكرانيا يعرفنا التقرير التالي لكل ربة منزل وصفة خاصة لخبز عيد الفصح وهناك من يضيف مكونات سرية إلى الخبز وهناك من يخضع شكله وزينته للتجارب لكن معظم الأوكرانيات التزمنا وصفة خبز الفصح التقليدية المتناقلة من جيل إلى جيل نضيف الحليب والبيض حتى نصنع خبز الفصح القديم كما كان في السابق الناس لا يريدون البلاستيك ولا يريدون المصنع وإنما يريدون الطبيعي أكثر عملية تحضير الخبز طويلة وشاقة ترعى ربات المنازل العجينة بالمعنى الحرفي للكلمة وتحميها من الضوطاء وتيارات الهواء أما من ليس لديه وقت لإعداد خبز عيد الفصح بنفسه فيلجأ إلى الخبازين المحترفين الذين يبتكرون كل عام أنواعاً جديدة من خبز الفصح جامعين بين التقنيات والتوجهات المختلفة لفن الحلويات العالمي هنا البرتقال المجفف والزبيب الأسود وهنا حبات السكاكر وقطرات الشوكولاتة وهذه المرزبانية تحتوي الكريم المستخدم على دقيق اللوز والبروتين وغيرها من المكونات هذا مثلاً المرينج الإيطالي ونصف كرة من الشوكولاتة على شكل بيضع كان تحضير خبز عيد الفصح عند الأجداد أشبه بالطقس فقبل البدء بعملية التحضير ارتدوا الملابس الجديدة ونظفوا المكان وحاولوا عجن العجيني وإشباعه بالمشاعر الإيجابية أو الاهتماماً خاصاً للمكونات فاختاروا المنتجات الطازجة والأجود واعتبروا أنه وفقاً لانتفاخ الخبز وغناه سيكون العام المقبل نضيف للعجين سفار البيض فقط ولا نضع البيضة كلها لأن البروتين يجفف العجينة ونضيف الكثير من السكر الذي يحفظه لمدة أطول ينظر الناس بعناية كبيرة إلى زينة خبز الفصح فطلوا سابقاً الخبز ببيض البيض المخفوق مع السكر ورشوا عليه الدخن أو بذور الخشخاش أما المعاصرون فيزينه بالزخارف المختلفة بدءاً من الطلاء الملون وصولاً لتماثيل الشوكولاتة والمكسرات والزهور المصنوعة من المعجون ضخ المياه بمضخة عمرها مئة عام والجلوس خلف مقود عربة إطفاء من القرن الماضي هذه الأمور يعرضها متحف خاص بالحرائق في العاصمة كييف وهو واحد من المتاحف القليلة التي تسمح برؤية ولمس التاريخ لنتابع سيحاول طلاب المدرسة إطفاء حريق في الغابة بواسطة سيارة إطفاء نادرة تعود للعام 1936 على هذه الشاحنة الخزان كان رجال الإطفاء في كييف يخرجون لإخماد الحرائق إبان الحرب العالمية الثانية تتعامل البنات بسهولة مع المضخة التي ضخت الماء منذ حوالي مئة عام وللحصول من هذا الجهاز على 150 لتر من الماء في الدقيقة يجب بذل الكثير من الجهد هذه المضخة من أجل ملء الخراطيم وأخماد الحريقي بسرعة هرعت في القرن التاسع عشر ثلاث عربات لإطفاء الحريقي بعد تلقي التنبيه جلس فيها رجال الإطفاء وكانت هذه العربات وسيلة نقل منفصلة لا تحمل مضخة ولا خزاناً للمياه ورغم أن هذه العربة أحدث بمئة عام إلا أنها تمثل فخراً لهذا المتحف تربط الخراطيم على هذا النحو الأطفال يصنعون خطاً طويلاً مؤقتاً لجر المياه هذه سيارة زيس 150 الوحيدة المتبقية في العالم يعود إنتاجها إلى سنة 1948 أنتج منها خمس نزخ فقط لأنها لم توضع على خط التجميع الصناعي كان هناك مبادرون حاولوا البحث في مراكزهم بالإضافة إلى أوكرانيا بحثوا في روسيا وروسيا البيضاء لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها وكان جواب الجميع سلبياً السيارة الأحدث في المتحف مزودة بسلال مآلية تعود لعام 1965 وهي تطال الطابق الخامس من ميزاتها أن كل شيء فيها يحتاج للبرمي باليد مثل الصمامات وحتى مساحات الزجاج الأمامي نتساءل دوماً كم يجب أن يكون السائقة متيقظاً عندما يهطل المطر أو يتساقط الثلج وتصور أنه يجب عليه القيام بهذا أيضاً جميع سيارات الإطفاء القديمة تعمل وتخرج من المتحف للمشاركة في المعارض أو تصوير الأفلام السينمائية عبر هذه البوابة تخرج سيارتنا الأولى والأحب إلينا على الرغم من أنها ستبلغ من العمر سبعين عاماً إلا أنها دائماً تقف الأولى بالقرب من البوابة يوجد متحفان فقط في أوكرانيا لمعدات إطفاء الحريق القديمة وهما في كييف والبيف يشتهر متحف العاصمة بأنه موجود في أكبر مركز للإطفاء في أوروبا متحف من نوع خاص في منطقة تشيرنوبل الأوكرانية والتي شهدت أكبر كارثة نووية في التاريخ المتحف يحتوي معروضات فريدة من نوعها للأمتعة والحاجيات الشخصية الخاصة بالسكان المحليين الذين غادروا المنطقة المحظورة لنتابع اللقالق هي رمز المناطق الغابية غادرت طيور هذه الأماكن بعد حادثة محطة شرنوبل للطاقة النووية لتزين صورها الآن واجهة المتحف في وسط المدينة المهجورة اسم نجمة الشيح هو رمز توراتي هناك نظرية تقول إن اللاهوتيين تنبأوا بانفجار المفاعل النووي على صفحات العهد الجديد افتتح المعرض في قاعة السينما السابقة لمدينة شرنوبل للسياح في مارس من هذا العام وكان المصور النمساوي رونالد فيرانت من بين الزوار الأوائل وهو يقيم معرضا لأعماله في فيينا عن المنطقة المنكوبة ويروي لتلاميذ المدارس عن أكبر كارثة نووية في التاريخ زرت تشيرنوبل مرات عديدة ولكن هذا المتحف لأول مرة إنه مؤثر جدا وخصوصا صور القرى المهجورة ولوحة في الشارع لطيور الأقلق هذا مكان فريد وليس له نظير في العالم وأظن يجب أن يعرف ويتذكر الجميع منطقة تشيرنوبل وبالأخص لإطلاع الناس على قصتها وتذكيرهم بها لذا أعود إلى هنا مرة بعد مرة لا يوجد الكثير من المعروضات في هذا المتحف إذا أراد المؤلف أن ينقل جو المأساة المستمرة على مدى عقود في هذه المنطقة المنكوبة يوجد تحت الأقدام مجسم لغطاء المفاعل الرابع في المحطة النووية أنابيب الوقود النووي التي استخدمت لتوليد الطاقة في محطة تشيرنوبل الذي اخترق كل هذه الأرض تقريبا وهذه الأعشاش فحرم الناس والطيور من أعشاشهم عند مخرج مجسم المفاعل يوجد فحص حقيقي للتلوث بالإشعاع هذا وهناك مخطط في المستقبل لإدخال تقنيات العرض الحديثة إلى المتحف وإجراء جولات عبر الواقع الافتراضي شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سباقا للأبطال شاركت فيه مجموعة واسعة من الرياضيين والصحفيين والممثلين والموسيقيين والجنود هدف السباق هو جذب انتباه مستخدمي الطرقات إلى المشاكل التي تسببها المركبات تفاصيل أكثر في التقرير التالي بطلة البياتلون لومبيا أولينا بيتروجنيا لديها خبرة في القيادة لكنها ستشارك في سباق السيارات الصغيرة لأول مرة وقد قبلت المشاركة في السباق من أجل سلامة حركة المرور من دون تردد تعرضت لحادث ولم أكن أنا المذيبة صدموني من الخلف فصدمت بدوري بالسيارة التي كانت أمامي وحضنتني سيارتان من الجانبين بقي الجميع على قيد الحياة بعد تعرضهم لإصابات طفيفة يعتبر سرهي مالك رئيس نادي كييف لقيادة الدراجات والسيارات أن المتسابقين المحترفين هم أكثر السائقين انضباطا وهم يحصلون على الإدرينالين أثناء السباقات وطرقات ليست المكان المناسب لعرض إمكانياتهم رجاء سوقوا بطيبة وبانتباه على الطرقات الأهم أن موسم الدراجات النارية سيبدأ الآن وسيخرج عدد كبير من الدراجات إلى الطرقات مختنما الفرصة من خلال قناتكم أقول لسائق السيارات كونوا أكثر انتباها وصبرا على الطرقات بعد التحمية ينطلق ممثل المهن الفنية من المغنيين والممثلين في الجولة الأولى ولقد قطعت دورات الثمانية الأولى من المسافة المغني وسائق دراجة السباق المحترف أليكساندر بابليك نؤيد القيادة الصحيحة والمشكلة ليست في الحفر والطرقات السيئة فقط المسألة متعلقة قبل كل شيء بنا نحن السائقين يجب علينا احترام بعضنا ومساعدة بعضنا على الطرق ها هو مصورنا يبهين سوليتسكي ينطلق جامعا بنجاح بين عملية التصوير والصباق وقد أتى يبهين ثالثا في فئة الإعلام مع تشجيع الزميلة أولي نديده ويو اي تي بي نهاية حصادي هذا الأسبوع قدمناه لكم من قناة يواتي في الأوكرانية في العاصمة كيف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة فيسبوك يوتيوب ودويتر في أمان الله اشتركوا في القناة